قلت تكلمنا عن أغنى العصابات في العالم وأيضا تكلمنا عن أخطر الأحياء ودول ما أودك تسكن فيها أبدا ولكن ما تكلمنا عن أخطر وأشهر عصابات أمريكا واللي بعضها فيها أشهر مغنين الراب لذلك أبيكتخذ لك استكانة وتروق معي عشان راح نتعرف على أشرة الستة منهم ويلا على الفيديو حيا الله اليوتيوبرز محبين ستة على ستة وعدنا لكم بفيديو وهو أشرس ستة عصابات وبالتحديد في أمريكا أكيد هناك الكثير ولكن اخترنا الأشرس منهم ومعنا في المركز السادس اللي هم الكريبس تأسست الكريبس في لويس أنجلوس من ريموند واشنطن وستانلي ويليامز عام 1969 وتعتبر واحدة من أكبر وأشرس عصابات الشوارع في الولايات المتحدة شغلهم كان غالبا يعتمد على المناطق الساحلية في جنوب كاليفورنيا وعدد أعضائها من ثلاثين ألف إلى خمسة وثلاثين ألف ودائما أنشطاتهم الإجرامية هي لسجار بالمخدرات والسرقة والقتل والمعروف عن هالعصابة أنه ألوانهم غالبا تكون أسود أزرق أو لاثنين مع بعض ومن أشهر مغنين الراب اللي منها العصابة مثل سنوب دوغ وإيزي إي وكوليو ونبسي هاصل وأربعة طعش غيرهم ومعنا في المركز الخامس جانجستر ديسايبلز واللي هم تلاميل قادة العصابات اللي أسس هالعصابة نفسه بالسجن وهو لاري هوفل سبب سجنه أو سبب سجن رئيس العصابة نفسه لاري حكم عليه بالسجن 200 سنة لارتكابه جريمة قتل في عام 1973 وفي عام 1997 وبعد تحقيق استمر 17 عام من التآمر والابتزاز وغسيل الأموال وإدارة مشروع إجرامي مستمر من خلال قيادة العصابة داخل سجن الدولة حكم عليه بالسجن مدى الحياة يعني ما فيك فائدة وانت جوه السجن بتديري عصابة شيل لك واحد مهبت وهالعصابة تم تشكيلها في الجانب الجنوبي من شيكاغو في آخر الستينات وهي تعتبر أكبر عصابة شوارع إجرامية تضم 50 ألف إلى 100 ألف عضو مسؤولين عن جرائم قتل وسط وما لها حد في الولايات المتحدة وسرقة السيارات واحتيال وتوزيع المخدرات في الشارع والرمز الأساسي لهذه العصابة وهو النجمة السداسية شكل اليهود لهم يد في الموضوع؟ ما علينا ما علينا هنروح اللي بعدها ومعنا في المركز الرابع المافيا المكسيكية المافيا المكسيكية هي منظمة السجون الإجرامية وفقاً لتقرير مسؤول بالسجون فإن المافيا المكسيكية هذه هي العصابة الأخطر داخل السجون في كاليفورنيا تتكون العصابة من 400 إلى 500 عضو مع ألف مساعدين يلتزمون بقواعد صارمة وش القواعد الصارمة؟ يقول لك غالباً ما تكون عقوبة الرفض الأمر هي الإعدام ويستخدم أعضاء المافيا المكسيكية الرقم 13 كمعرف للعصابة مثل ما احنا شايفين بالصورة وتتمثل أنشطتهم الإجرامية الرئيسية في غسيل الأموال وتهريب المخدرات والقتل والاختطاف وتهريب البشر إلى أمريكا وأيضاً الاحتيال ومعنا في المركز الثالث The Bloods أو Bloods عصابة أمريكية من أصول أفريقية ودائماً المنافس لهم هم الكريبس اللي ذكرناهم تشكلت العصابة في لويس أنجلوس عام 1972 وكان عندها ما يقارب 20 إلى 25 ألف عضو وكل دخلها من السرقات والمخدوات وتهريب الكوكاين أعضاء البلود يكون عندهم علامات مختلفة مثل أي عصابة عشان يعرفون بأنفسهم مثل الكتابة على الجدران أو الجرافيتي أو الوشوم وعلامات اليد اللي يسوونها بيدينهم دقيقة دقيقة حنا ورايناك الصورة مو عشان توقف الفيديو وتسويها هذولا مجرمين وعشان ما يصير لك زي اللي بغى يصير الخوينة المهم والأكيد بما أن نسمهم البلود أو الدم فلونهم المفضل الأحمر عشان دائماً عصاباتهم حمراء اللي يلبسونها ويتلثمون فيها ومن المغنين اللي يقال أنهم بلود مثل للوين وذي جيم وبردمان ومعنا في المركز الثاني عصابة الشارع الثامن عشر وهي تعتبر أكبر منظمة إجرامية بدت في شوارع لويس أنجلوس وبدوا يدخلون معهم جنسيات مختلفة مثل أمريكا اللاتينية والمكسيك والسلفادوريين وهواي والهندوراس والأمريكيين الأصليين وعصابة الشارع الثمنتاش عصابة نشطة جداً في مئة وعشرين مدينة وسبع وثلاثين ولاية في أمريكا وحتى المكسيك وإسبانيا والشيلي والأكوادور وحتى فرنسا ما سلمت منهم وأنشطته مثل أنشطة أغلب العصابات مثل السطو والسرقة والابتزاز واحتيال والسطو على من يبيعين المخدرات أنفسهم ودائماً يعرفون أنفسهم بالرقم ثمنتاش ونروح للمركز الأول مع أشرس عصابة وهي الـ MS-13 أو مارا سلفاتروشا وتعني بالسلفادوريين الأذكية المعروفة باسم MS-13 هي عصابة إجرامية دولية نشأت في لويس أنجلوس كاليفورنيا في السبعينات والثمانينات تم تشكيلها العصابة لحماية المهاجرين السلفادوريين من العصابات الأخرى في منطقة لويس أنجلوس ولكنها الحين انتشرت في أجزاء كثيرة من أمريكا مثل كندا والمكسيكو وأمريكا الوسطى فيها ما بين 8000 إلى 10000 عضو في الولايات المتحدة و30,000 إلى 50,000 عضو على مستوى العالم ومعروفة بالأنشطة الإجرامية مثل الإتجار بالمخدرات والابتزاز والقتل وغسيل الأموال والاختطاف والسرقة والهجرة الغير شرعية والرسومات أو الجرافيتي اللي دائماً يبدعون فيها فلو شفت نفسك عزيز المشاهد قريب من كل اللي ذكرناه في فيديو اليوم فأعرف أنك في المكان والوقت الغلط وبكذا كان هذا الترتيب لأشرس 6 عصابات في أمريكا يعطيكم ألف عافية على المشاهدة وأشكر كل من شاهد الفيديو للنهاية أتمنى بأنك كان ممتع ومفيد وقبل أن تقفل الفيديو لا تنسى تضغط زر اللايك والاشتراك وأيضاً تفعل جرس التنبيه حيث يوصلك جديد شكراً